فجأتنا به من يوم الثورة حتى هذه اللحظة وعودت عبد الرحمن الأبنودي بقوة إلى ميدان شعر وميدان ميادين مصر كلها لكن بما أننا فتحنا كلام عن الزمن خلينا نتكلم الزمن الجميل والله أنا بس عايزة أقولك من السياسة الناس تعبت يعني أيما تفتحي أي وسيلة إعلام أيما اللي بيعرف واللي ما يعرفش اللي حاسس واللي مش حاسس واللي ليه واللي ولوش بقت يعني زيطة زيطة يعني زحمة والناس يعني أخاف أن الناس تنتكس وتروح تدور لها على مسلسل ولا فيلم ولا إلي تمتكس يعني ما نحن صدقنا ما الناس شاركت صدقنا ما الناس فتحت حيونها على أن في حاجة اسمها سياسة في حاجة اسمها الوطن وفي المعركة الكبيرة وفي الثورة اللي بيتابعوا أخبارها بس من كتر ما لعبكنا لهم الكلام وعملنا لهم نظريات وشايفين الباطل وإحنا عمال نعمل النحلة في الحق وأشياء بهذا الشكل الناس ممكن تطفش يعني أن كلام الصورة ده يقنن ويبقى بمعيار ويبقى بمسؤولية ويبقى مختلط بالحياة لأن ما فيش فرق باننا وانت عادين دلوقتي نبتسم ونتكلم وباننا احنا مهمومين بالوطن أيضا وكده سحيح الواحد بعياله بمراته بمكانه بكله ما فيش غير الوطن يعني أنا يعني قصيدة الميدان أنا زي ما تقولي حضرتك أنا في هذا المكان المكان ده قديم أنا يعني من زمان عمله وكنت بفكر نا يعني أبيعه أو أم يعني كده وفجأة لما مرزت بصدري ففي فرنسا قالوا لي ما تقعد في القاهرة ساعتين يعني لازم تقعد في مكان فيه أكسودين اليوم كله وتقولوا لي أنت مالك ومالك قاهرة تعرفت يعني احنا احنا بنروح مع عد ناصر أو مستشفى أب الريش ونعمل عمليات مجانية يعني وكده يساعدت الناس لكن بيكون شنطتنا في السيارة ما بنعدش في مصر لأن مصر دي مدينة يعني يا القاهرة يعني مدينة لا تسكن وإنت لو قعدت وفعلا مرة جربت أنزل على مخط الدائري اللي هناك والدخان عمالي يعمل على ما روحت على بيتنا هناك تاني يوم الصبح بدري نهال خدتني في العربية وجبتني فبقى هنا مقري وأنا سعيد أني رجعت للأرض الثاني وخيرت أصدقائي وأحبابي معايا دايما يعني يهربوا زي ما حضرتك عملتك هنا من القاهرة ويجي نقعد هنا